هو اليود زين هذا اليود لونه في المواضح معكم هذا اللون يعمل وتغير اللون إذن يدل على وقود النشأ لما ضيف قطرات من اليود ضيف قطرات من اليود على أحد هذه المواد الستة اللي أمامي إذا تغير اللون إذن هنا يدل على وقود النشأ أحتاج إلى أيضا قطارة أه وين نبدأ وين نبدأ نبدأ بالنشأ اللي هو عفوا نبدأ بدقيقة ذرة ولا هل نبدأ بهذا دقيقة ذرة ولا نبدأ بهذا اللي هو الخبز نبدأ بالخبز يلا نبدأ بالخبز قطارة وهذا خبز أضيف قطرتين ثلاث ها شوفوا اللون تغير شوفوا اللون قارنة أنا حطيه حطيت لكم أي لون هنا عشان تقارنوا التغيرة صار لونه بني بني غامق إذن يدل على وقود النشأ أوكي أوكي نكمل أستخدم دقيقة ذرة قطرة قطرتين ثلاث شوفوا شوفوا اللون تغير اللون غامق أزرق غامق وقريب من الأسود تمام إذن على ماذا يدل على وقود النشأ وأضيف البودرة هل تغيرها لصرت إذن هل تغيرها لصرت روح التفاح وظيف قطرة حطيه على السحن شوفوا ماذا يترك قطرتين بعد ثلاثة أخلي اللي قبل أخير اللي هو القزر وضيف قطرة ثنتين ثلاث شوفوا القزر في دوائرة لو تلاحظوا أن القزر في دوائرة القزر في دوائرة أحاول أغطي كامل المنطقة اللي فيها هذا القزر علشان يمكن سبحان الله يمكن أن النشأ متخزن هنا يمكن متخزن في هذه المنطقة ويمكن متخزن في هذه المنطقة وحط أروح الآخر تقرب عندي وحط النشأ على اللي هو قطعة من البطاطا تمام وشوف على الطول وتلاحظوا فيه تغير في اللون بدأ فيه تغير فيه تغير فيه تغير فيه تغير في اللون واضح؟ أوكي الحين بمر على كامل كامل الصحون اثنين اثنين أبدأ بأول واحد اللي هو الخبز مع شوفوا هنا هذا دقيق الذرة لاحظوا دقيق الذرة فيه لون فيه دائرة متكونة غامقة أضيف لكم كمية أخرى عشان تشوفوا عشان تشوفوا تغير اللون فيه شوفوا اللون الصار كأنه حبر كأنه نقطة حبر إذن فيه لونين هنا ظاهرات كل واحد من هنا ظاهر لي على وجود النشأ كلما كان اللون أغمق كلما كانت كمية النشأ كمية أكبر فيه خلصنا منها بلا ثنين شوفوا الحليب الحليب أبدا ما تغير فيه الحليب أبدا إذن لا يوجد فيه الحليب من وين أصلا الحليب من وين قايبين الحليب هل هو من النبات ولمن الحيوان الحليب طبعا يحضر منها بقار فإذن هل يوجد نشأ نحن أقلنا الحيوانات تخزن السكر المتعدد على شكل الجلايكوجين إذن لا يوجد هنا في الحليب نشأ شوف النبات شوف التفاحة أبدا ما تغير اللون أبدا ما تغير اللون فيه إذن فلا يوجد نشأ نقحل قطعة القزر قزر شوفوا إذا فيه تغير لون بإمكانكم أن تشوفوا أوضح مني أنا شوف هنا يعني بسيط قدا تغير بسيط قدا فيه جهة القطعة البطاطا فعلا فيه تغير واضح فيه تغير واضح فيه كذاك مثل العروق ما لأشجار مثل عروق لأشجار والتفرعات فيه واضح قدا أنه يوجد فيه نشأ تمام؟ هذا بالنسبة لاستكشاف الثاني اللي هو الكشف عن وجود مادة النشأ إذن نحاول اللخص الاستنتاج عندك استنتاجين مهمات لازم تركز عليهم الأول أنه يستخدم ويش هذا؟ يستخدم اليود في الكشف عن ويش؟ عن النشأ هذا الاستنتاج رقم واحد استنتاج رقم اثنين عندما يتغير اليود إلى اللون الأزرق الغامق أو الأسود فإنه يدل على وقود النشأ طيب واضح سين أنا عندي سؤال أثناء متابعتي في أحد الأيام إلى أحد البرامج الرياضية لفت انتباهي أن هذين اللي يقوموا بالركض مسافات طويلة مثل ما واضح معكم هنا يعطيوهم هذه دبة الماء دبة ماء هذه فيها ماء أنا أنا لقع أنا لبال اللي يقع بال أن هذه الدبة سنتستخدم الماء فهل هي يقر في ماء فقط ولا ويش يقر فيه أيضا هنا أشوف معكم حضرتكم صورة أخرى في ماء هل تتوقعوا هذا ماء فقط ولا ماء مضيف فيه مادة أخرى ففكروا أيضا في المباريات الرياضية في المباراة حال لعيبة كرة القدم يحطوا لهم دبات فيها ماء أم فيها ماء فقط أو مضيف معها مادة أخرى فكر ركز نفس السؤال للسكر حلو هل كل السكريات حلو أم لا نفس السؤال لا ركز من خلال دراستنا لموضوع اليوم هو يصور يوضي يحتاج طاقة قسمه يحتاج طاقة إذن ماذا يوجد فيها هذه القنينة هل يوجد فيها فقط ماء أو التي توجد فيها مضيف مادة أخرى أنا أتوقع مضيف فيها مادة أخرى بالفعل استخدم الماء والسكر وليس مشروبات الطاقة الماء والسكر لماذا نستخدم السكر؟ ألا هو الموضوع آخر موضوع نتكلم عنه قبل أن نختم الحلقة أهمية أو فوائد الكربوهيدرات 8 ساعة استاذ تتكلم الكربوهيدرات تتكون من أنواع من أحادية وثنائية ومتعدد السكريات تتكون من C6H12O6 نزين استاذ نحن مفايدة هذا وش يفيدنا؟ أن السكريات تستخدم تستخدم عفوا في تحرير الطاقة إنتاج الطاقة قسمك يحتاج طاقة سريعة جدا يحتاج طاقة بشكل سريع ومستعقل جدا فهذا الطاقة من يحصلها القسم؟ يحصلها من ذوبان السكريات تمام؟ هنا نتكلم عنه هذا الموضوع وظائف السكريات أهم وظيفة في السكريات أنها تستخدم لتحرير الطاقة اللازمة لأداء الوظائف الحيوية تمام؟ هناك سؤال سأطرحها لكم هناك كلمة مكتوب سكر مختزل استاذ يعني هذا سكر نوع غير عن ذلك السكريات بذكرتها؟ أو لا؟ ما بالضبط؟ هذا السكر المختزل هو نفس السكريات لكن لكن ويش الفرق؟ الفرق أن هذا السكر المختزل سريع سريع الذوبان في الماء يعني ما يقلس في القسم لازم القسم يخزنه على شكل نشأ في النبات أو يخزنه على شكل جلايكوجين في الحيوان والإنسان طيب إذن هذا اللي قمنا باليوم تحصلوا معكم في الكتاب في صفحة 45 في اختبار الكشف عن السكريات أيضا هذه التقربة قمنا بها اليوم إذن قمنا أيضا بالتقربة أخرى بنشاط آخر اللي هو اختبار الكشف عن النشأ في الطعام وبهذا نكون انتهينا من درس اليوم أتمنى أن أكون أفدتكم بشيء من المعلومات وكان الدرس سهل وشكرا وقزاكم الله خير وبوارك الله فيكم اشتركوا في القناة